يعني لما هو يروح يقول لهم خلاص خليها عندكو.. آه هو اللي بيخد الكرارات هو اللي بيقول لابنه خلاص بقى سابها 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 تمشي يشبعو بيها ولأ هو ضرب ابنه وكده هو هل ينفع يبقى فيه راجعة بعد الكل ده؟ أعتقد صعب لا ما تقوليش كده أنا مش عايزة.. أنا بخزق ورائي مش عايزة ورائي مش عايزة أخزق ورائي لأ أنا مش عايزة أخزق لها قرار لأنه خد يبالك إحنا أنا هقولك لو على مستوى العيادة أو على مستوى العلاج إحنا بناخدش قرارات المرضى يعني إحنا بنفعش أبداً المعالج ياخد قرار لمريض لكن إحنا بنكلم دلوقتي أنا مش أخد لها قرار فنفس الشيء بس أنا بقول رأيي رأيي أنه ده مش هيتزبط يعني هي لو رجع التاني هترجع بنفس النظام والسيستم بتاعه معيتي بتقول لها كده أنت بتقول لها اختبري قوة تحملك لأنه هترجعي على نفسنا والله هي لو قادرة تستحمل أوكي ما كانت قادرة كانت قعدت هو في حد أولا ممكن هو هوم علي يعني هوم علي قدام حد حد رو مش جوزي وما بيفرقش معي وأربع مرات وما بتاكلش لمدة هو شمعنا أربع مرات وشمعنا أربع أيام ما قادر وإنتي حاسة القصة كلها صح يعني إيه يعني القصة كلها هي مننا بتحكيها صح ولا في برضو شوية تهويل أكيد في حاجات إحنا ما نعرفهاش بس إحنا بنعلق على المعلومات اللي أصاد هل لأ ما أنا برضو ما أنا هعلق على المعلومات اللي أصاد بس برضو لازم أحكم عقلي لأن أنا هنا لازم أخد يعني الطرف ده والطرف ده لأن الطرف التاني مش موجود أنت شايفة إيه شايفة إيه لا أنا دلوقتي وأنا بتكلم معكي طيب والله 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 دكتور وفاق وأنا عملا أقرأ قصة مشاكت دي لكن أنا أربع مرات أربعة أيام وفي حالة بيقعد أربعة أيام غير أكل وشرب ويعيش لا ممكن يكون أكل بسيط أو حاجة لكن مش لدرجة أن منع الأكل وشرب يعني أنا مش ملاحظة وهي ما حكتش الأهلها من أول يوم ما كلتش فيه ما بتحكي الأهلها بس أهلها بيغضش موقف لا هي كل شوية تقول إيه أخويا جيب الصدفة يخشاف كذا أختي كلمتني بالصدفة عملنا كذا فهمها على فكرة في ستات كثير هي ما حكتش خلص في بنات وستات كثيرة ما بتشتكيش لأهلها طب ما سواني ما هيشغلة على الشات لا شغلة على الشات واختها نراجت أنه مسك عليها الغلطة لوين شات ما فيهم وكتي ما ساحتيها تقول الأختها بس ما تقولش لأهلها يعني ممكن تفضفت لأختها طب ما هي ما قالتش في الحالتين لأهلها خلي بالك قالت لأختها أنه ما بيأكلنيش فأختها قالت لما موتها وابا قالت أخوها جيش مش عارفة إيه بتاعت الحفزات بتاعت السجاجيد فراح يعني هي ما تكلمتش في الحالتين مع أهلها طب هي ما حكيتش ليه من الأول